بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قيم اليوم سنتكلم عن سنة اسمها سنة المدافعة بين الحق والباطل ذكرها القرآن الكريم لنعلم أن هناك دائما مدافعة بين الحق وبين الباطل وأن أهل الباطل لن يتوقف أبدا عن حربهم اتجاه الحق لماذا؟ لأن مصالحهم لا تقوم إلا بأن يعتدوا على ذلك الحق وهو ما نقرأ معه قوله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض يعني لولا أن أهل الحق دافعوا عن حقهم ووقفوا في وجه الباطل دافعوا عن أفكارهم دافعوا عن مبادئهم دافعوا عن عقائدهم دافعوا عن أوطانهم سياسيا فكريا عسكريا في وجه عدوهم لفسدت الأرض لحل الفساد في الأرض لماذا؟ لأن هناك من أسس بنيانه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على الفساد والإفساد وتبين لنا الآيات مرة أخرى ما هي أهم أهداف أهل الفساد والإفساد بقوله سبحانه وتعالى في سورة الحج الآية الأولى في سورة البقرة الآية الثانية في سورة الحج ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الآن الآيات ستذكر لنا أهداف أعدائنا لكي نعلم العدو الصهيوني ما هي قضيته اتجاه المسجد الأقصى واتجاه تعلق المسلمين بالمسجد الأقصى ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز مساجد صلوات بيع صوامع هي أماكن العبادة والتوجه إلى الله عند أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام وفي ديننا المساجد ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ إن ترك أهل الحق الدفاع عن حقهم توجه أهل الفساد إلى دور العبادة لأنها تركز في عقيدتنا وفي قلوبنا معاني الإيمان التي تجعلنا رافضين لكل أفكارهم لكل مبادئهم لكل سياساتهم لكل توجهاتهم التي يريدون من خلالها تمرير مخططاتهم القيمة التي تبينها لنا الآيات الكريمة أن المؤمن لا بد أن يكون له في حياته موقف في دفاعه عن الحق وأقل شيء أن يعرف الحق وأن يعرف الباطل حتى لا يكون مدافعا عن الباطل مصفقا له في صفه وهو يظن في نفسه الخير الآيات الكريمة في سورة الحج تبين لنا بوضوح سر الحرب الفقافية الفكرية الاقتصادية العسكرية على الحق فيقول جل ذكره الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله هذه الكلمة ربنا الله تغيظ أعداءنا لأنه إلها لوازم لأنه ربي الله هي التي تجعل أهلنا في فلسطين وكل أمة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم يقولون الأقصى عقيدة وهو ما نكرره في هذا البلد المبارك ملكا وشعبا ربنا الله هي التي من لوازمها ومقتضياتها وحقيقتها أن أعلم مخطط أعدائي حتى أكون صفا واحدا في مواجهة ذلك المخطط ربنا الله عندما تعلمنا إياها القرآن الكريم وأنها سبب أعداء أعدائنا لنعلم أن ما يحاولون تمريره من رسائل الإلحاد وإثارة الشهوات والشذوذ والحروب الاقتصادية والعسكرية سببها أن المبادئ التي نستقيها من إيماننا خطر بالنسبة إليهم ووصف كفار بني إسرائيل وحربهم على هذا الدين وعلى دين الله بقوله سبحانه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه الحرب التي قام بها كفار بني إسرائيل والكفار في كل زمان ومكان على المساجد وعلى بيوت الله لأنها المكان الذي تنبثق منه تلك البعاني التي تجعل أهل الحق صفا واحدا في مواجهة أهل الباطل ثم تبشرنا الآيات تبشرنا بأن أهل الباطل مهما بلغت قوتهم ومهما ادعوا من القوة والألق والتفوق يبشرنا الله سبحانه وتعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم هذه السنة سنة المدافعة بين الحق والباطل ليكون للمؤمن موقف في نصرة دينه في نصرة عقيدته في الدفاع عن وطنه في التيقظ والانتباه إلى كل مخططات أهل الباطل الفكرية والاقتصادية والسياسية اللهم اجعلنا في هذا البلد المبارك في أمان قولك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللهم اجعل هذه البركة بركة الطاعة والالتزام والسير وفق الطريق الذي يرضي ربنا عنه سببا في زيادة كل خير ودفع كل شر وسائر بلاد المسلمين في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والحمد لله رب العالمين